السلام عليكم طلاب الصف الثاني اليوم يا ثاني رح نبلش بدرس القراءة درسنا يا ثاني درس القراءة ايش عنوان يا بس فاصل الصيفي اليوم رح نتعرف يا ثاني على صفات فاصل الصيفي من درسنا القراءة يا ثاني وكمان نستخرج الأنوات اللغمية زي ما تعودنا يا ثاني طيب يا ميس فاصل الصيفي حكينا الصيف هو فاصل من فصول السنة الأربعة ايش هم يا ثاني عديناهم بالحصة السابقة ايش هم يا ميس؟ الصيف الشتاء الربيب الخليف وفاصل الصيف هو أحد هذه الفصول يعني فاصل الصيف هو فاصل من فصول السنة الأربعة يتاني اليوم يا ميس يا رح نقول يا يدنا نفتح كتابنا على صفحة ستة وثمانون يتاني اما بتبع كتابك او عندي على السبورة يا ميس رح قبلش قراءة فاصل الصيفي ها قد أقبل علينا الصيف بشمسه الصاطعة ولسماته الحارة فيه تخل السماء من السحب وتسق بزرقتها كالبحر وتحلق أسراب الطيور وهي تنعم بالدفء والطمأنينة والطعام الوفير ونستفيد في الصيف من العطلة المدرسية فيما ينفعنا ونلتقي أهلنا ومعارفنا وتكون لنا مع موسم القطاف وسلاله العاملة قصص وحكايات لأنه فصل الخير والعطاء فيه نجمع الثمر ويطيب لنا السهر في ضوء القمر ماشي يا ثاني؟ إذن إحنا من قراءتنا للدرس نستنتج أنه أجمل فصل بفصول السنة هو فاصل الصيف يا ثاني ليش يمس فصل الصيف جميل؟ لأنه يا ثاني أول إشي شمسه شماله يا ثاني شمسه مساطعة يعني إحنا نقدر نروح وين ما كان يفصل الصيف ونقدر نروح إشي ثاني ونقدر نروح رحلات ولأنه كمان يفصل الصيف بصادح العطلة الصيفية للمدرسية صحيح يا ثاني إحنا طبعا قربنا نعطل يا ثاني العطلة السنوية تعيدنا يا ميس صح يا ثاني؟ فإحنا دائما بالعطلات يعني تكثر الرحلات صح يا ثاني؟ بيجوا أحلنا وأقاربنا إذا كانوا مسافرين يا ثاني بيجوا بهذه العطلة يسكنتعوا معنا صح يا ثاني؟ طيب يا ميس كمان الصيف يمداز بسماءه الصافية وتكثر فيه الطيور يعني إحنا منلاحظ بفصل الصيف يعني أكثر إشي الطيور بتكون إشي ثاني؟ بالسماء لأنها تنعم بالدفئ يا ثاني؟ أيضا كمان في فصل الصيف تكثر الفواكه صح يا ثاني؟ زي ما هنا حاكين إنه تكون لنا في موصل القطاف وسلاله العامرة يعني إشي ثاني؟ يعني بتكون الفواكه والخضرابات أفضل إشي في فصل الصيف يا ثاني؟ بيجي يا ميس خلينا نبلش يا ثاني بالأنماط اللغوية من درسنا وأيضا المعاني يا ثاني؟ طيب يا ميس؟ نشوف الصفر الأول ها قد أقبل علينا الصيف بشمسه الصاطعة ولسماته الحارة فيه طيب يا ثاني؟ ها قد أقبل يعني أشي يحكي إنها قد أقبل يعني؟ جاء أقبل يعني جاء طيب أقبل يا ثاني أقبل إشي من أقسام الكلام؟ أقبل فعل إش مال يا ثاني؟ فعل ماضي يعني أقبل وخلص يا ثاني أقبل هي فعل ماضي علينا الصيف الصيف اللام إشهم يا ثاني؟ لا لا يلا مع بعض أحسنتم لا شمسية لا شمسية لا شمسية بشمسه الصاطعة طيب يا ثاني متبهولي بشمسه الباق هون أشي نحكي عنها يا ثاني؟ حارف جر لأنه أشي حروف الجر؟ من إلاعا على في بي لي هم حروف الجر صحيب أخذناهم يا ثاني؟ إذن هون البي هو حارف جر حارف جر وشمسه أشي يجي بعد حارف الجر؟ إسام مجرور إسام مجرور يا ثاني يا ثاني الصاطعة طيب انتمح علي يا ثاني خلينا ناخدها بلون آخر طلعوا يا نس الألف اللي هون بكلمة الصاطعة هاي بسميها همزة قطع أم همزة توصل يا ثاني؟ برافو همزة وصل إذن أنا هون عندي هاي همزة وصل همزة وصل والتاء هون عندي هاي؟ تاء متصلة هاي تاء متصلة ونسباتي يضع أشي حكينا عن الواو يا ثاني؟ حرف إيش الواو؟ برافو حارف عطف حارف عطف نسباتي الحارة كلمة الحارة اللام اشهر عندي يا ثاني؟ لا، قمرية أحسنتم لا، قمرية طب يا ثاني هاي النقطة من علامات اش هاي النقطة؟ برافو من علامات الترقيم هاي من علامات الترقيم وبحطها يا ثاني خلاص انتهت الجملة عندي طيب فيه يلا تشوفون تخل السماء من السحب وتصف بزرقتها كالبحر وتحلق أسرع طيب يا ثاني تخل السماء يلا كلمة السماء فيها لا ايش يا ثاني شمسية طب اطلعوا لي يا ثاني على كلمة السماء الهمزة هاي اش تحكي عنها يا ثاني الهمزة لما تكون في نهاية الكلمة شو تحكي عنها همزة برافو همزة متطرفة اذا هاي اسمها يا ثاني همزة متطرفة همزة متطرفة طيب يا ثاني من حرف ايش من من حرف جر من حرف جر السحبي السحبي شو تحكي عن السحبي اسم مجرور دايما يا ثاني بيجي بعد حرف الجر نحفظها بيجي اسم اسم مجرور اسم مجرور طيب يا ثاني رح احكي لك الكلمة وترطيني ايش عكسها ماش يا ثاني طيب تخلو تخلو ما عكس كلمة تخلو او الايش انتري تعرف عمعناها علشان نعرف ايش عكسها تخلو يعني ثاني فاض predict ما فيها ايش ما شيه ثاني ما معنى تخلو تخلو يعني ااااا ما فيها ولا ايش ايش عكسها تمترب يعني زي الكاسس هاي مثلا نتكاسر فيها عصير وكاسلة هاي الكاسة ما فيها نحكي عنها تخلو تخلو يعني ما فيها عصير أما هاي الكاسة ملانة عصيرها شو حكيت؟ ملانة عصير شو بنحكي؟ تمتلك إذن عكس تخلو تمتلك عكس تخلو تمتلك إذن يا ثالث نكتب عكس أو ضد كلمة تخلو إيش هي الثاني؟ اللي هي تمتلك تمتلك إذن عكس أو ضد كلمة تخلو تمتلك يتاني تمتلك يمس طيب يتاني نكمل عنا هون إيش في يمس؟ فاصلة وهي أيضا من علامات الترطيم وتصف بزرقتها كالبحر يلا إيش حكينا يتاني عن الباء؟ حرف جر حرف جر يتاني إذن الباء من عندي؟ حرف جر وزرقتها يسم مجرور يسم مجرور يتاني شوفوا كيف وصفها يتاني وقصف بزرقتها كالبحر من هي يتاني؟ السماء تخلو السماء ولا السحب يعني يتاني بفصل الصيف تطلع على السماء ما بتلاقي يتاني فيه سحب؟ ما فيه سحب فيه فصل الصيف؟ قليلة ما فيه تخلو تخلو يعني لا يوجد فيها سحب أيضا تصف بزرقتها يعني يتاني بكون فصل الصيف السماء يعني هاي صفات السماء يتاني بتكون لونها ايه زي لون البحر؟ أزرق وتصف بزرقتها كالبحر إذاً يتاني أنا هون عندي تشبيه كالبحر يعني شبه يتاني السماء بايش يميس؟ بالبحر يعني أنا هون يتاني عندي تشبيه شبه السماء بالبحر شبه السماء بالبحر ايش ما من البحر يتاني؟ لونه أزرق يعني، وتحلق أسراب الطيور يعني، كلمة تحلق، اشي من أقسام الكلام؟ برافو، فعل مضارع ليش يا ثاني، امر اشي هو الفعل؟ وهو مدلة على الحدث، ليش حكت عن مضارع يا ثاني؟ لأنه اتهى بضمة، وفي عندي حرف التاب حكينا الفعل المضارع يا تاز، كلمات يا ثاني، مالش بيه التاء والنون، صح يا ثاني، يعني أكثر إش والألف، وإش كبان؟ وينتهي بالضمة، نحكي عنه فعل مضارع أسرابو، يلا يا ثاني، كلمة أسرابو، شايفين هاي الألف؟ الهمزب، شو بسميها؟ همزب إيش؟ أحسنتم همزب، قطع همزب، قطع، قطع، إذن أنا بحكي عنها همزب، قطع، يلا شوفوا الصوت لدي وراء الطيور، وهي تنعم بالدفء، والطمأنينة، والطعام المفيد يلا كلمة الطيور يا ثاني، كلمة الطيور، إن الأل أشهلة شمسية طيب، نحكي بكم يا ثاني، الطيور على ماذا تدل؟ على مفرد، إلا مثنى، إلا جمع؟ أحسنتم جمع الطيور جمع، شو مفردها؟ طيب، مفردها طيب وهي، طلعونا على كلمة هي، ضمير إيش أخذناها من ضمائل إيش يا ثاني؟ ضمير غائب، برعب يا ثاني، فهي هنا عندنا ضمير غائب، ضمير غائب، وهي، لأيش نستخدمها يا ثاني؟ للمفرد المؤنف، للمفرد المؤنف، يعني تاني عمو بالدفء، تاني عمو فعل إيش يا ثاني؟ فعل مضارع لأنها انتهت بالضمة، فعل مضارع بالدفء، طلعونا على الهمزة بآخر كلمة الدفء، همزة إيش كدي هنا يا ثاني؟ برافو، أي همزة بتيجي من هات الكلمة؟ دائما يا ثاني بسميها همزة متطرفة، همزة متطرفة طيب، ثاني، إيش عكس الدفء؟ ما هو ضد كلمة الدفء؟ واحد دفيان، إيش عكسه يا ثاني؟ برافو بردان، إذن عكس الدفء وهو البرد، عكس الدفء وهو البرد يلا يا ثاني، والطمأنينة، والطمأنينة، طلعونا على كلمة الطمأنينة، فيها همزة جارب الوسط، شايفين هاي المسأة؟ هاي شو ما سميها همزة إيش؟ همزة متوسطة، برافو، ثاني، رائعين، إذن هون بحكي عنها يا ثاني، همزة متوسطة، همزة متوسطة همزة متوسطة، همزة متوسطة، لما تيجي يا ثاني في وصف الكلمة، والطعامي، الواو حارف عاطف، هون عندي الواو، حارف عاطف، كلمة الطعامي فيها حارف مشدد، صح يبط صح؟ والحرف المشدد عبارة عن حرفين واحد ساكل والآخر متحرك يا ثاني الوفيري الوفيري في هلام قمرية والنقطة هي من علامات الترطيب يا ثاني طيب نشوف الصدر اللي وراي يا ميس ونستفيد في الصيف من العطلة المدرسية كل ياتنا نستنى بالعطلة المدرسية صحية ثاني فيما ينفعنا اذا العطلة المدرسية يا ثاني لازم نستغلها باشياء تنفعنا مش كل ياتها لعب لعب وصغر صغر بالليل لا بدنا يا ثاني نستفيد من العطلة المدرسية يعني مكرا ان شاء الله اذا عطلنا يا ميس وفتحة الدنيا ان شاء الله يكون يعني ينتهي هذا المرض اللي احنا فيه ثاني لمرض كورونا ان شاء الله وفتحة المدرس رح نعمل يا ثاني نادي صيفي رح نعمل نادي صيفي ان شاء الله ونازم يا ثاني نسجل بهيك اندي ليش يا ثاني لانه يعني نستغلها يا ميس في مراجعات اشياء انا ما كنت فاهمها يا ثاني ايضا هناك نكون فيه نشاطات انمي عقلي فيها صح يا ثاني اذا العقلة المدرسية لازم انا استغلها يا ثاني مش بس كلياتها لعب لا المني مهاراتي يا ثاني او اسجل بأي نادي يا ثاني انه انا استفيد من هاي العقلة صح يا ميس؟ نكمل ونستفيد كلمة نستفيد يا ثاني نستفيد هي فعل مضارع فعل مضارع يا ثاني في حرف جر صح؟ في حرف جر والصيفي شو نحكي عنه؟ اسم مجرور اسم مجرور طيب كلمة الرطلة اللا ما شعر عنها يا ثاني؟ لا منقمرية ايضا المدرسة لا منقمرية في ما ينفعنا شايفين يا ثاني الفاصلة؟ هاي ايضا من علامات الترقيم من علامات الترقيم طيب يا ثاني احنا ومعارفنا طبعا بالصيف والعطلة الصيفية بيتجمعوا الاهل صح يا ثاني؟ بيجوا الاهل المسافرين بيجوا على عنا ومنجتمع ومنصهر صح يا ثاني لكن بدنا نتبع يا ثاني يعني يكون التجمع بمثلا يكون معقول صح يا ثاني؟ او انا انتظر الامل والسلام يا ثاني احنا هسا في فترة مرض ان شاء الله ربنا يبعد عنا الامراض يا ثاني طيب اهلنا ومعارفنا كلمة اهلنا اهلنا يا ثاني اهلنا ايش هنا عندي همزة 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 قطع يا ثاني همزة قطع يا ثاني ومعارفنا الوام حرف عطف ومعارفنا همزة 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 حرف عمزة همزة ومزة طويل يثاني. شوفوا انا عندي هون كمان عندي الفاصلة وهي من علامات الترقيم يثاني. انكمل يا بس. وتكون لنا مع موسم القطاف وسلاله العامرة قصة صن. قصة صن يثاني. طيب. وتكون لنا مع موسم القطافي. خلينا نشوف هون مع حرف جر موسمي اسم مجهور. نكتب هاي الثاني اسم مجهور عنا القطافي اللي هي لام قمرية عنا وسلاله الواو حرف عطف اكيد. كل يات نصرنا نعمة في الثاني حروف العطف. وسلالي العامرة ايضا كلمة العامرة هي لام قمرية. طلعون يثاني على التاء المربوطة في كلمة العامرة. شوفوا يا مص التاء من ايش احكي عنها؟ تاء منفصلة. يعني اذا ما احكي لك استخرج ليثاني من النص تاء منفصلة هيها هاي تاء منفصلة. تاء منفصلة هي لن انتصلة بما قبلها. طيب يثاني. قصص. يلا كلمة قصص. على ما تتقي اليثاني على مفرد ام مذنى ام جمع؟ برافو. هي جمع. طيب شو مفردها يثاني؟ ايش مفردها؟ قصة. مفردها قصة. قصة قصصون. قصة قصصون. جمع. طيب. وحكاياتون. يلا كلمة حكايات يثاني على ماذا ايضا تدن؟ احسنتم على جمع. بعدين بكر بصيروا تاخدوها انو هذا جمع. انا سالة بحكاية. لكن احنا بعدها ثاني صغار. بس نعرف انو هاي الكلمة بتدني على مفرد ام مذنى ام جمع. ماشي يثاني؟ حكاياتون هي جمع. طيب شو مفردها يثاني؟ احسنتم حكاية مفردها حكاية. طبعا عندي هاي الفاصلة عليها نقطة يثاني منتخف ايلا هي من علامات الترقيم. طيب ليش؟ فصل الصيف يثاني. له قصص وحكاية. لانه شوف شو اللي جاوبني؟ لانه فصل الخير والعطاء. اذا يا ثاني فصل الصيف هو فصل الخير والعطاء. يعني اذا جبت لك يا ثاني بالامتحان ما هو فصل الخير والعطاء؟ هل هو فصل الصيف؟ ام الشتاء؟ ام الربيع؟ ام الخليف؟ شو تب تكتب لي؟ تحط دائرة بدنا نحط دائرة على فصل الصيف. اذا فصل الصيف يثاني هو فصل الخير والعطاء. هو فصل الخير والعطاء. ما شيء ثاني؟ طيب. اذا هاي 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 ميس هون خلينا نكتب شا قد لك نفكرها. فصل الخير والعطاء هو فصل الصيف. فصل الصيف. يشيء ثاني هو فصل الخير والعطاء؟ لانه نجمع فيه الثمر. احنا مثل نجمع الثمر يا ثاني؟ في فصل الصيف. في فصل الصيف. تب. كلمة نجمع هي فعل مضارع. فعل مضارع يا ثاني. الثمر فيها لا شمسية. شمسية. وعننا هون الفاصلة من علامات الترقيم. ويطيبو. الوار حرف عطف. يطيبو. في عنا يا طيبو. طيب. كلمة يطيبو يا ثاني. الياء اللي هون. ايش بحكي عنها هاي. حرف ايش هون؟ حرف مت طبيب. ها. الطوئي. الطوئي. طيب. ها. يا طيبو. يا طيبو. لنا. نشوف السطر الأخير. لنا السهر في ضوء القمر. طيب. كلمة السهر. اللام. ايش هون عندي يا ثاني؟ لعام شمسية. في حرف جر. ضوئي. دائما ورا حرف الجر حكينا بيجي اسم مجموع. ايضا يا ثاني. ايش فيها هون الهمزة؟ همزة متطرفة. ايضا فيها همزة متطرفة. القمرية. اللامون عندي قمرية. والنقطة يا ثاني. ايش هم عندنا النقطة يا مزة؟ هاي النقطة من علامات الترقيم يا ثاني. من علامات الترقيم يا مزة. اذا فصل الصيفي هو فصل من فصول السنة الأربعة. وايضا حكينا عنه هو فصل الخيري والعطاء يا ثاني. هو اسمه فصل الخير والعطاء يا مزة. لهون يا ثاني. احنا نكون انهينا درس القراءة. مع طلعنا يا ثاني منه الأنماط اللغوية يا ثاني. طيب مثل ما طلوب منك. انك يا ثاني تنسخ درس بخط جميل ومردب يا ثاني ننسخ درسنا فصل الصيف. نسألها لش ما طلوب منك تنسخ الدرس علشان يكون تتعود على الخط. انا بدي خطي يكون خط مرتب جميل يا ثاني. مش تنسخ لي حيطة انا واجه وبيدي انسخ. لا يمس هذا علشانك يا ثاني. بدي خطي يكون مرتب يا مز. ماشي يا ثاني. وعلى الصفحة المقابلة. ورسم لي يا ثاني فصل الصيف. يعني نرسم شمس. اشجار. مثلا نرسم زي كأنه مثلا رايحين رحلة. ماشي يا ثاني. اشياء مصيبة. طيب يا ثاني. اذا مطلوب منك انك نسخ الدرس بخط جميل ومردب. زي اللي نسح حاول انه بلش يا ثاني انه نقرأ الدرس عشان ما يكون مطلوب منك تسميع الدرس ما يكون صعب عليك يا ثاني. ماشي يا مز. ولهون بنكون ان شاء الله انهينا حصتنا يا ثاني.